محمد خالد وعمر وغيرهم الكثير ممن أصيبوا في مواجهات مع الميليشيا لكنهم لم يحظوا بفرصة للعلاج في الخارج إصابتهم الخطيرة والإهمال جعل من وضعهم الصحي والنفسي أكثر تدهورا يوما بعد آخر وفي ظل تجاهل حكومي أرجعت أسبابه إلى ضعف الإمكانات وقلة الخيارات المتاحة بحسب المعنيين لم يتلقى هؤلاء الجرح الرعاية اللازمة حضرت المبادرات وبقوة وقدمت معونات طبية وجراحية برعاية شبكة استقابة للأعمال الإغاثية والإنسانية وبتمويل من الهلال الأحمر الكويتي والذي يستهدف عدد 200 عملية الإجمالي التفصيل فيها 55 عملية عظام 81 عملية ترقية طبرة أد و64 عملية العيون مساعدات نوعية يقدمها المخيم الطبي في مدينة مأرب شملت إلى جمائتي حالة من جرح الجيش الوطني وبإشراف من كوادر طبية متخصصة من جنسيات عدة وهو من عكس إيجابا على حالات الجرحة المخيم طبعا أضافه كمية الحالات عدد الحالات الكبير اللي نشغل بهاي الفترة خلال مدة وجيزة فبعا نحن بالمشروع متعرض لضغط كبير فأكبر إضافة للمخيم هي زيادة عدد المرضى بكمية أقل من الوقت قدر الإمكان الشعوري قبل اللي يسمى أنه يعني أصبحت الحياة أنه في نوع من الصعوبة نوع من التحرك ما تقدر تفعل أي شيء ولكن عندما تركب الأطراف يعني أقل حاجة تمارس حياتك بنسبة 70% بشكل طبيعي ليست مأربة وحدها من تعاني هذا الكمل هائل من الجرحة تضيح مع الأيام حجم الفجوة في الجانب الصحي ومدى الاحتياج لمزيد من التطوير والتحسين في الخدمات الطبية في ظل حرب أبرز إنجازاتها الارتفاع المتناهي في عدد القتلى والجرحة بالتوازي مع إيكاف وتدهور قطاعات كثيرة في مقدمتها القطاع الصحي خليل طويل قناة بالقيس من محافظة مأرب